سورة هوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشر ونستغفر ربك ذومته إليه يمتعكم متاع حسنا إلى جريم سمو ويتيك الذي فضل في الله وإن تولوا فإني أخف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم مستقر ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خرق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرش على الماء ليبلوكم أيكم وحسنوا عمله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر المبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحسبه ألا يوم ياتهم ليسا مصروفا عنهم وحق بهما كانوا بيستازئهم ولئن أذق إنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعم أبعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئة عني إنه لفريح فخور إلا الذين صبروا عملوا الصليحات أوليك لهم مخيرة موجر كبير فلعلك يطرق بعض ما يحاي إليك وضعيق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيف أم يقولن اختره قل فات بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم وأمالهم فيها وهم فيها لا يبغسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا أن ماروح بيط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعمالون أذا من كان على بينة من ببيه ويتلوه شايد من هو من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاف النار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن ظلم من اختر على الله كريبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نعنت الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويقعون عوجه وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا مجيزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبسرون أولئك الذين خسروا الهزام وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنه إلى غيرتهم الأقصرون إن الذين أمنوا عمل الصيحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصمي والبصير والسميع هل يستوياني مثل أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخف عليكم على بيوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضي لنا بعد يرأت وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أريتم إن كنت على بيينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كاذبون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لأجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكن يا راكم قوما تجعلون ويا قوم من ينصروني من الله إن طردتهم وأفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي غزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لله إن تصدر أعينكم لن يتيهم الله خير الله أعلم ما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إلا من الظالمين قال يا نوح قد جادرتنا قالوا يا نوح قد جادرتنا فاكترت جدالنا فاتين بما تعدون إن كنت من الصادقين قال إنما يتيكم به الله إن جاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أنسع لكم إن كان الله يريدني غويكم هو ربكم وإليه ترجع أم يقول نفتره قل إن افتريت فعلي إجرمي وأنا بريء مما تجرمون وهو وحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئز بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بعيننا ووحينا ولا تغاتبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملؤون من قومه ساخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارط النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجرها ومرصاها إن رب غفور رحيم وهي تجربهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابون اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي لجبن يعسمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ضعم وحال بينهما الموجب كان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيذ الماء وقضي الأمر واستوت على الجهدي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني عيدك أن تكون من الجاهدين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تخفر لي وترحم ليكن من الخاسرين قيل يا نوح هبيت بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وما من سنمتع ثم يمسون منا على بنلي تلك من أنباء الغيبين وحيئ إلي ما كنت تعلم وأنت ولا قومك من قبل هذا فاصفر إن العقبة المتقين وإلى عادنا خام هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفطرون يا قوم لا أسألكم علي أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بطارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشكون من دونه من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقط أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلفوا ربي قوم غيركم ولا تضررونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيد ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذهب غلي وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا فيه للدنيا لعنة ويوم القيانة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخهم صالح قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح ما كنت فينا مرجو قبل هذا أتنهان أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فظاروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروا فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعدا غير مكذوب فلما جأمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا بربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيب فلما رأى أيديهم لا تسلوا إليه نكرا موجسا منه خيفة قالوا لا تخف إننا وسلنا إلى قوم لوت وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجزها وهذا بعلي شيخا إن هذا نشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرعو وجاءت البشرى يجادلون في قوم لوت إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر بك إنه مواتهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوت تنسيئ بهم وذاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومي وراءون إليه ومن قبله كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن نطهر لكم فاتقوا الله لا تغزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى رق شديد قالوا يا لوت إن رسل ربك لن يصل إليك فصري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصبوا مأصبهم إن معدهم الصبح وليس الصبح بقريب لما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم حجرة من سجل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مديناء قوم شعيب قالوا يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إن يراكم بخير وإن يخاف عليكم عذاب يوم محيط وهي قوموا في المكيال والميزان بالقست ولا تبخصوا النساج ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما نعلكم بحفظه قالوا يا شعيب سلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو نفعالا في أموالنا ما نشأ إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيناتي من ربي ورزاقني منه رزقا حسنا وما أريد أخالفكم إلى ما نعكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكد وله أنه ويقوم لا يرجمنكم شقاقي أن يسيبكم مثل ما أساب قوم نوح أو قوم هد أو قوم صالح وما قوم روت منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كهير من ما تقول وإن لنا راك فينا ضعيفة ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهت يا عز عليكم من الله والتختموا وراءكم ذهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم أعمالوا على مكانتكم وإن عامل سوف تعلمون من يتي عذاب يخزي ومن هو كالب وارتقب إني معكم رقيب ولما جامرون نجينا شعيبا الذين آمنوا معه برحمة منا وخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيدت تموت ولقد أرسلنا موسى بآية وسلطان المبنين وفرعون وملأيه فاتبعوا أمر فرعون ومامر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيام أو فأوردهم النار وبيس البرد المورود واتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيام بيس البرد المرفود ذلك من أنباء قرى ناقصوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم أليهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جأمروا ربيك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذوا ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوقره إلا لأجل المعدود يومياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وساعد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادمة السماوات والأرض إلا ما شأربك فعالني ما يريد وما الذين سعيدوا في الجنة غالدين فيها مادمة السماوات مادمة السماوات والأرض إلا ما شأربك أعطان غير مجدود فلا تكو في مرية مما يعبدها أولى ما يعبدون إن لك ما يعبد آباؤهم من قبل وإن لموفوهم نصبهم غير منقوس ولقد آتينا موز الكتاب فقتني ففيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضية بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كلا لما ليوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتغوي إنه بما تعملون بسير ولا تركانوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصارون واقم الصلاة ترفين مهار وزلوفا من الليل إن الحسنة يهي من السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يهع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية إنهون عن الفساد في الأرض إلا قليل مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وليزالنا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمات ربك وتمت كلمات ربك لأم لأن جهننا من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يؤمنون أعمالوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إن منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإله يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وماربك بغافلين عما تعملون صدق الله العظيم وماربك بغافلين ومن ت blending